موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الاعدادي في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى على الإسقاطات المعاني والمرادفات والتوصيلات الخاصة باليونت السادس للصف السادس الاعدادي والآن سوف نبدأ بالتمرين A في صفحة 119 صفحة 119 من كتاب النشاط يعني كشف حساب البنك فيكون جوابها B يعني ورقة تخبرك حول ما حصل لحسابك المصرفي في الشهر الماضي يعني رقم الحساب فيكون جوابها C الرقم الذي يستخدم التعريف أو تمييز حسابك الرقم الثري بالانس معناها الرصيد يكون جوابها E يعني المبلغ الكل للمال في حسابك معناها صفقة أو عمال تجارية فيكون جوابها F يعني النشاط في حسابك البنكي الرقم الثريب معناها سحب أو مسحوب فيكون جوابها D يعني المال المأخوذ من أو المسحوب من حسابك هذا جاء الدور ثالث 2016 الرقم الثريب معناها وديع أو تأمين فيكون جوابها A يعني النقود التي تضعها في حسابك المصرفي وعدنا تمرين آخر تمرين C في صفحة 120 من كتاب النشاط 120 نمبر 7 يعني بطاقة مصرفية فيكون جوابها A piece of plastic you can use to pay for things or get money in the street هذه مثل التعريف أيضا يحفظ الطالب يعني قد يأتي على شكل تعريف أو توصيل فيحفظ الطالب يحفظ الجواب bank card A piece of plastic يعني قطعة بلاستيكية you can use to pay for things or get money in the street يمكنك استخدامها لدفع ثمن الأشياء أو الحصول على المال في الشارع فهذه تعتبر من التعاريف نمبر 8 ATM يعني ماكنة الصراف الآلي فيكون جوابها A machine you can withdraw money from أو A machine you can withdraw cash from أما نكتب cash or money بدلها يعني آلة يمكنك سحب المال منها أو تعريف آخر أيضا somewhere you can get money using a bank card يعني مكان ما يمكنك الحصول منه على المال باستخدام بطاقة مصرفية ولكن الأفضل أن يكتب الطالب التعريفين والأفضل أيضا أن يبدأ التعريف بأماشين يعني آلة لأنه هي ماكنة أو آلة ماكنة الصراف الآلي وعدنا نمبر 9 PIN هو رقم التعريف الشخصي A secret number يعني الرقم السري you can use with the bank card تستطيع أن تستخدمه مع البطاقة المصرفية to stop others using it لمنع الآخرين من استخدامه أيضا هذه تعريف لPIN نمبر 10 check معناها شيك مصرفي أو فاتورة A piece of paper you can use to pay for things يعني قطعة من الورق يمكنك استخدامها لدفع الأشياء لدفع ثمن الأشياء number 11 credit card يعني بطاقة اعتمان A piece of plastic you can use to buy things and pay for them later A piece of plastic معناها قطعة بلاستيكية you can use to buy things يمكنك استخداما لشراء الأشياء and pay for them later ودفع ثمنها لاحق تعريف الأخرى في كتاب الطالب صفحة 55 خمسة وخمسين number 12 overdraft facilities يعني تسهيلات استحب على المكشوف أو استحب بدون رصيد الديون يكون جوابها ability to use more money than you have in your account at the moment يعني القدرة على استخدام أموال أكثر مما لديك في حسابك في الوقت الحالي number 13 minimum balance يعني minimum balance معناها الحد الأدنى للرصيد smallest amount of money you can have in your account without paying bank charge يعني smallest amount يعني أصغر مقدار أو مبلغ of money من المال you can have in your account يمكن أن يكون لديك في حسابك without paying bank charge بدون دفع رسوم مصرفية number 14 credit card fee يعني رسم بطاقة الاعتمان يكون جوابها money you pay the bank every year if you have a credit card يعني المال الذي تدفعه إلى البنك كل سنة إذا كان لديك بطاقة اعتمان أيضا لدينا تعارف أخرى في تمرين B صفحة 133 133 of the activity book من كتاب النشاط أيضا تعتبر مرادفات وأيضا توصيلات تأتي على شكل توصيل أو تعريف number 1 down payment يعني الدفعة الأولى مبلغ مقدم فيكون جوابها part of the total cost that is paid first يعني جزء من الكلفة الكلي التي تدفع أولا number 2 monthly installments يعني أقصاد شهرية part of the total cost that is paid every month يعني جزء من الكلفة الكلي التي تدفع كل شهر number 3 investment معناها استثمار something you buy that makes money يعني شيء تشتريه يكسب المال number 4 stopping value يعني يزداد قيمته أو تزداد قيمته فيكون جوابها the amount you can sell something for increases يعني المبلغ الذي يمكنك أن تبيع شيء لزيادة number 5 car insurance يعني تأمين السيارة car insurance معناها تأمين السيارة فيكون جوابها money you pay to a company so you can get money if your car is lost or damaged يعني مال تدفع إلى الشركة حتى تتمنى الحصول على المال إذا سيارتك فقدت أو تعطلت يعني تضررت money you pay to a company so you can get money if your car is lost or damaged تمرين عن الإسقاطات المعاني on page 120 في صفحة 120 of the activity book من كتاب النشاط وعدنا بعض الكلمات يطلب مننا أن نضعها في الفراغات withdrawal withdrawal معناها سحب credit card يعني معناها بطاقة ائتمان bank card معناها بطاقة مصرفية ATM account حساب من الصرفي الآلي bank account حساب مصرفي bank statement يعني كشف الحساب I opened فراغ last month يعني أنا فتحت فماذا فتحت حساب بنكي فنكتب bank account I opened bank account last month يعني فتحت حساب مصرفي الشهر الماضي now الآن I've got a bank card أنا حصلت على بطاقة مصرفية لأنه بعد ما فتح حساب البان لازم يحصل على بطاقة مصرفية فنكتب a bank card which I can use to get money out of the ATM account التي يعني يمكن استخدامها لاستخراج النقود من الحساب الصرفي الآلي فنكتب بالفراغ ATM account يعني حساب الصرفي الآلي yesterday البارحة I made a withdrawal يعني أنا البارحة سحبت withdrawal of 12,000 Iraqi dinar يعني سحبت 12,000 دينار إراقي to go to the cinema لاذهب إلى السينما and buy some juice وأشتري بعض العصير I need to remember أنا أحتاج أن أتذكر to write down how much I spend يعني أنا أحتاج أن أتذكر أن أكتب أو أدون كم أنفقت It's easy to spend too much money إنه من السهل يعني أن ننفق الكثير من المال I should get a bank statement أنا يجب أن أحصل على كشف حساب مصرفي very soon قريبا جدا إذن نكتب بالفراغ a bank statement لأنه عن طريقة يريد أن يعرف كم أنفق من المال which will show me الذي يريني how much money I've still got in my account يعني الذي يظهر لي أو يريني كم كمية النقود التي لازلت أمتلكها في حسابي I haven't got a credit card أنا لم أحصل لحد الآن أو لم أملك على بطاقة ائتمان yet لحد الآن so I pay for everything by cash or by check لذلك أنا أدفع لكل شيء نقدا أو بسك وعدنا تمرين عن التوصيل في صفحة 121 of the activity book صفحة 121 من كتاب النشاط number one open an account open an account يعني يفتح حساب فدائما تكون هذه الكلمة مكملة للأخرى open an account number two pay interest يعني يدفع فائدة number three deposit 5 مليون إراكي دينار يعني يودع خمسة ملايين دينار عراقي فدائما تأتي deposit مع 5 مليون إراكي دينار number four make a withdrawal make a withdrawal يعني يسحب make a withdrawal دائما تأتي make مع withdrawal يسحب عن هذا التمرين جدا مهم ودائما يأتي في الوزاري number five maintain maintain a minimum balance maintain a minimum balance يحافظ على الحد الأدنى من الرصيد number six charge fee charge fee يعني يفرض رسوم تمرين C في صفحة 121 صفحة 121 of the activity book من كتاب النشاط لدينا كلمات وأيضا يطلب مننا نضعها في الفراغات being ولدينا used استخدمة provided زودة أو قدمة وpaid الدفعة number one the interest is by the bank every six months يعني الفائدة تدفع من قبل البنك كل ستة أشهر فنكتب is paid paid معناها تدفع number two checkbooks are rent with saving account يعني دفاتر الصقوق أو الشيكات غير مزودة بحساب التوفير فنكتب provided checkbooks are rent provided with saving account number three the cards can be at any ATM يعني البطاقات يمكن أن تستخدم في أي جهاز صراف آلي في نكتب used the cards can be used at any ATM number four there's a branch near the university هناك فراغ بالقرب من الجامعة it's فراغ renovated يعني it's being renovated يتم تجديده هناك فراغ بالقرب من الجامعة يتم تجديده there's a branch it's being it's being renovated وعدنا تمرين أي عن التوصيلات في صفحة 138 يعني صفحة 138 من كتاب النشاط number one could you please let me know هل يمكنك إعلامي رجاء when I will receive my card متى سأستلم بطاقتي فيكون جوابها C when I will receive my card هل يمكنك إعلامي متى سأستلم بطاقتي could you please let me know when I will receive my card number two I was told that قيل لي أو أنا أخبرت بأني فيكون جوابها A I would receive it within a week I would receive it within a week بأني سأستلمها خلال أسبوع I was told that I would receive it within a week number three I'm writing to inquire يعني أنا أكتب لأستفسر فيكون جوابها E about my ATM card لأستفسر عن بطاقة الصراف الآلي I'm writing to inquire about my ATM card number four if I had an ATM card إذا كان لدي بطاقة اعتمان فيكون جوابها B I could withdraw money on my way to work إذا كان لدي بطاقة الصراف آلي يمكنني سحب المال وأنا في طريقة إلى العمل number five if I could check my account balance by telephone إذا كان بإمكانك تحقق من رصيد حسابي عبر الهاتف يكون جوابها D I will save a lot of time سأوفر الكثير من الوقت A في صفحة 140 صفحة 140 من كتاب النشاط هذا التمرين جداً مهم ودائماً يأتي في الوزارة number one my father opened or made an account for me when I was quite young يعني أبي فتح لي حساب عندما كنت صغيراً هذه الجملة جاءت دور أول 2015 ودور ثاني 2018 نعم نأتي مع account فتح حساب فنكتب opened opened an account number two I deposited or installed five million Iraqi dinars this morning أنا أودعت خمسة ملايين دينار عراقي هذا الصباح فنكتب I deposited يعني أنا أودعت number three banks usually pay or charge a fee if you're overdrawn يعني البنوك عادة تنفرض الرسوم إذا كنت مكشوفاً أو مبالغ فيه حسابك فنختار charge a fee لأنه دائما تأتي charge مع a fee number four if you stay or maintain a minimum balance you don't have to pay a fee يعني إذا حفظت على الحد الأدنى من الرصيد فلن تضطر إلى دفع رسوم فنختار maintain a minimum balance maintain number five I can't take or make a withdrawal at any ATM at any time يعني يمكنني إجراء سحب من أي جهاز صراف آلي وفي أي وقت فنختار make make a withdrawal make a withdrawal هذه جملة جاءت دور ثاني 2018 number six some accounts cost or pay more interest than others فنختار pay يعني تدفع pay interest pay more interest يعني بعض الحسابات تدفع فائدة أكثر من غيرها هذه جملة جاءت دور أول 2015 وعدنا تمرين بي في صفحة 140 of the activity book في صفحة 140 من كتاب النشاط أيضا تمرين عن الإسقاطات withdraw معناها سحب expired معناها منتهية الصلاحية back يعني يرجع أو يرجع valid معناها سار المفعول أو صالح branch معناها فرع down payment يعني الدفع الأولى statement معناها كشف الحساب installments معناها أقصاد online عبر الإنترنت number one I'm afraid your card is no longer valid أنا أخشى بأن بطاقتك لم تعد صالحة valid معناها no longer valid معناها لم تعد صالحة it expired a week ago انتهت صلاحيتها قبل أسبوع فنكتب expired number two this bank statement shows I have a lot of money in my account كشف الحساب المصرفي هذا وضح لي أن لدي الكثير من المال في حسابي فنكتب this bank statement number three there must be a mistake لابد أن يكون هناك خطأ I didn't make this withdrawal last week أنا لم أسحب أنا لم أقوم بهذا السحب الأسبوع الماضي فنكتب withdrawal number four how many installments do you have to make to pay back your loan يعني كم عدد الأقصاط التي يجب عليك سدادها لإسترجاع قرضك فنكتب بالفراغ الأول how many installments والفراغ الثاني make to pay back your loan لإسترجاع payback payback معناها يسترجع number five my father lent me the money يعني أبي أقرضني المال to put a down payment لتزديد الدفعة الأولى on a new car لتزديد الدفعة الأولى للسيارة الجديدة فنكتب بالفراغ down payment number six if you have internet access you can bank online يعني إذا كان لديك اتصال بالإنترنت يمكنك إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت فنكتب online if you have internet access can bank online هذه جاء الدور الثالث 2015 number seven there is a branch of our bank near the university هناك يعني يوجد فرع لمصرفنا قرب الجامعة فنكتب branch branch معناها فرع تمرين دي في صفحة 134 صفحة 134 of the activity book من كتاب النشاط إذا لدينا إسقاطات ويطلب منا نضعها في الفراغات insurance يعني معناها تأمين salary معناها الراتب واللون معناها card وbanker معناها مصرفي وdown payment معناها الدفعة الأولى owner معناها المالك وinstrument معناها قصط number one I get a good in my new job أنا أحصل على راتب جيد في وظيفتي فنكتب salary I get a good salary in my new job number two It wasn't too hard to get a car loan يعني لم يكن من الصعب الحصول على قرض لشراء سيارة It wasn't too hard to get a car loan number three my banker my banker is very nice and really wants to help his clients يعني المصرفي الذي أتعامل معه جدا لطيف وحقا يريد مساعدة عملائه فنكتب banker my banker is very nice يعني المصرفي الذي أتعامل معه جدا لطيف and really wants to help his clients clients معناها عملائه number four the previous owner took really good care of it المالك السابق حقا اعتنا به جيدا فنكتب owner the previous owner يعني المالك السابق number five I only had to make a small down payment أنا علي فقط أن أقوم بدفع دفعة أولى and my monthly installments aren't too high والأقصاط الشهرية ليست مرتفعة because I can't pay back the loan over six years لأنني أستطيع سداد القرض على مدى 6 سنوات number six the loan included money for insurance too يعني القرض تضمن أموانا للتأمين أيضا فنكتب insurance وعدنا تمرين آخر عن الإسخاطات أيضا credit limit يعني الحد الاعتماني وcancel معناها يلغي expired معناها منتهي الصلاحية valid يعني سليم أو صالح number one I see the problem أنا يعني أرى المشكلة your card has expired يعني بطاقتك انتهت صلاحية بطاقتك انتهت فنكتب expired number two your card was valid until April 4 يعني بطاقتك كان صالحة حتى أربع نيسان فنكتب valid number three if we cancel if we cancel your cards now one hundred and forty one صفحة 141 of the activity book من كتاب النشاط أيضا لدينا إسقاطات ويطلب مننا أن نضعها في الفراغات balance معناها الرصيد balance معناها الرصيد value معناها قيمة withdraw معناها يسحب loan معناها card current معناها جاري أو الحالي number one a farag account comes with a checkbook يعني الحساب الجاري يأتي مع دفتر شاكات فنكتب a current current معناها الحساب الجاري a current account معناها الحساب الجاري comes with a checkbook يأتي مع دفتر شاكات number two you can withdraw money يعني يمكنك تسحب المال from an ATM machine من جهاز الصراف الآلي فنكتب with a draw number three the minimum balance is one thousand Iraqi dinars الحد لأدنى الرصيد هو ألف دينار عراقي فنكتب balance number four the farag of an investment can go down as well as up يعني قيمة الاستثمار يمكن أن تنخفض مثل ما ترتفع فنكتب the value the value of an investment can go down as well as up يعني قيمة الاستثمار يمكن أن تنخفض وترتفع أيضا هذه جاء الدور الثاني 2019 number five if you don't have enough money to buy something إذا لم يكن لديك المال كافي لشراء شيء ما you can ask the bank for a loan يمكنك أن تطلب من البنك قرض فنكتب a loan وعدنا تمرين C في صفحة 146 of the activity book يعني صفحة 146 من كتاب النشاط يطلب مننا أنه كل هذه العبارات number one put some aside يعني يوفر أو يدخر put some التكمل اللي هي aside put some aside number two pension plans pension plans معنى خطط التقاعد number three regular savers regular savers معنى هم مدخرون منتظمون number four a fixed sum a fixed sum معنى هم مبلغ ثابت number five financially minded financially minded معذو عقلية مالية أو عقول تجاري financially minded number six a risky business a risky business يعني عمل فيه مخاطر seven major players اللاعبين الرئيسيين number eight break even break even معنى تعادل لا رابح ولا خاسر number nine realize the profits يعني يحقق الربح وعدنا تمرين بيه في صفحة 131 of the activity book صفحة 131 من كتاب النشاط ايضا تمرين دائما يأتي في الوزاري number one if the cases are too heavy اذا الحقائب يعني جدا ثقيلة يكون جاوبها b you have to pay extra يجب عليك ان تدفع مبلغ اضافي فهذه جاء الدور اول 2014 ودور الثاني 2019 تمرين عن التوصيلات number two if the traffic isn't too heavy اذا يعني الحركة المرور ليست ثقيلة فيكون جاوبها d i'll be at the airport at 12.30 انا سوف اكون في المطار في الساعة اثناش وثلاثين دقيقة number three if i had the time and the money اذا كان لدي الوقت والمال فيكون جاوبها a i'd come with you انا سوف اأتي معك number four if you spend a lot of money on me اذا انفقت علي الكثير من المال فيكون جاوبها e i'll be very cross فسأكون معارض او غاضب جدا number five if you told me you were going to London اذا اخبرتني انك ذاهب الى لندن فيكون جاوبها c i would have lent you my guidebook لكنت سأعيرك دليلي زمرين اخر عن الاسقاطات في كتاب الطالب powers معناها جنيه انجليزي و exchange rate معناها سعر الصرف و currency معناها عملة و travels checks معناها الشيكات السياحية number one last monday الاثنين الماضي i went to the bank انا ذهبت الى المصرف and got some travels checks for my trip وصلت على بعض الشيكات السياحية لرحلتي في نكتب travelers checks number two my bank told me البنك اخبرني i should also get some local currency يعني يجب انه يجب ان احصل على بعض العملات المحلية because not all places take travelers checks لانه ليست جميع الاماكن تأخذ اشيكات السياحية في نكتب currency number three as you probably know كما على الارجح تعلم many countries in europe الكثير من الاقطار او العديد من الدول في اوروبا use the euro يستخدمون اليورو but in the uk people use pounds ولكن في المملكة المتحدة الناس يستخدم جنيهات number four do you know the exchange rate between iraqi dinars and pounds هل تعرف سعر الصرف بين الدينار العراق والجنيهات فنكتب exchange rate عدنا تمرين آخر تمرين بي عن التوصيلات ايضا في صفحة 145 صفحة 145 من كتاب النشاط when we are children حينما كنا اطفال يكون جاوبها we are taught the value of saving we are taught the value of saving نحن تعلمنا قيمة الادخار number two we can get more interest يمكن الحصول على فائدة اكثر ويكون جاوبها if we keep our money in our accounts for a long time اذا يعني احتفظنا باموالنا في حسابنا لفترة طويلة يكون جاوبها if we keep our money in our account for a long time number three investing in stocks and shares يعني الاستثمار في الاسهم والحصص يكون جاوبها c is fun for some people is fun for some people انها متعة لبعض الناس number four if you buy property اذا اشتريت عقارا يكون جاوبها c you may get a lot of money when you sell it فقد تحصل على الكثير من المال عند بيعه if you buy property you may get a lot of money when you sell it تمرين عن الاسقاطات informed معناه يبلغ او يعلم did معناه يتضمن display يعرض built يبني وعندنا used استخدمه وبعت اشترى number one فريد is always of change in his account balance by SMS يعني فريد دائما يبلغ بالتغييرات في رصيد حسابي عن طريق الرسائل القصيرة فنكتب informed فريد فريد is always informed of change in his account balance by SMS number two yesterday البارحة a message was displayed on his screen that said he was overdrawn يعني البارحة رسالة عرضت على شاشته والتي تقول بأنه مكشوف أو مبالغ فيه فنكتب displayed displayed معناها يعني عرضت number three mobile phones are by millions of people these days يعني الهواتف المحمولة تشترى بواصلة ملايين من الناس في هذه الأيام فنكتب bought mobile phones are bought by millions of people these days number four are cameras included in all mobile phones هاي الكاميرات مضمنة في جميع الهواتف المحمولة فنكتب included number five mobile phones will be used for many other things in the future الهواتف المحمولة سيتم استخدامها في العديد من الأشياء الأخرى في المستقبل فنكتب will be used number six mobile phones towers are being built all the time راجع الهواتف المحمولة تم بناؤها طوال الوقت فنكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر